اشتركوا في القناة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن هذه البلاد الله سبحانه وتعالى أكرمني أن آتي إليها لأول مرة والحق أني كنت في حال حزن وفي حال اكتئاب وكل ما حولي في بلادنا كان يدعو إلى اليأس مساجد دمرت معاهد علمية عريقة فتتت شرد العباد والبلاد وطغى فكر الخوارج على بلاد المسلمين فلما أكرمني الله سبحانه وتعالى بزيارة هذه البلاد على يد هذا الرجل الصالح المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى له دوام الإخلاص ونسأله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بما حفظ به السماوات والأرض وبما حفظ به كتابه العظيم وبما حفظ به اللوحة المحفوظ إنه سميع قريب مجيب فالحق عاد إلي الأمل من جديد في وجوه مثل الأزهار براعم متفتحة على حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام في ربيع الأنوار نشأت بذرتها في الحب وغذيت بماء الحب وستنشئ أشجارا يانعة تثمر ثمار الحب فيعود إلى المسلمين مجدهم وما ذلك على الله بعزيز هذه البلاد فتحت بالحب فتحها الأولياء والصالحون فتحها أهل الذكر فتحها أهل التصوف أهل التوحيد الخالص أهل الحب لله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وهي يراد لها ما يراد لغيرها أن تنحو نحو التطرف ونحو التكفير ليقتل بعضهم بعضا ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم دينه ولو كره الكافرون ستعود هذه البلاد إلى مجدها إلى عزها إلى إيمانها إلى توحيدها إلى حبها في فقه الإمام الشافعي الرجل الولي الصالح الحسيب النسيب الذي أنضى حياته في العلم جاع وافتقر ورحل وسافر وتغرب ومات شابا وهو يطلب العلم عانى الأمرين في طلب العلم حتى فتح الله له البلاد والعباد ودان كل هذا الإقليم بمذهبه فهم على قلب رجل واحد والذي يزاحم مذهب الإمام الشافعي في هذه البلاد ويزعم أنه يثبع الكتاب والسنة هو لا يريد إلا تفتيت البلاد وتفريق شملهم وإذا ما تفرقوا تنازعوا وإذا تنازعوا فشلوا كما أخبر الحق جل جلاله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم في مذهب الإمام الشافعي ركني الفقه الإسلامي فالفقه الإسلامي كما أن البيوت تبنى على أربعة أركان شاء الله تعالى أن يبنيه على أربعة أركان الإمام الأعظم الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد وهذه البلاد حصة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأما في الاعتقاد ففي عقيدة إمام أهل السنة والجماعة أبي الحسد الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي توجه إلى هذه العقيدة بأمر مباشر من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فكيف لا وقد دعا المصطفى عليه الصلاة والسلام لجده دعا عليه الصلاة والسلام لجده أبي موسى والعلماء يقولون إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصابته دعوته وولده وولد ولده فهذه الدعوة دعوة سيدنا رسول الله تسري في كل من اتبع هذا المذهب المبارك وما هو هذا المذهب المبارك هو الذي ينزه الحق جل جلاله كما أخبر ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله ويتبع العقيدة على حسب فهم السواد الأعظم من علماء الإسلام من هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلاله وعلى طريقة الحب طريقة أهل الله أهل مقام الإحسان الملك إبراهيم والشريف هي هداية الله والسائر النقباء التسعة الذين أرسلهم دعاة إلى الله قدموا الآخرة على الدنيا امتزجوا بهذه البلاد تزوجوا من أهلها خالطوهم والله ولأبالغ في هذا اليمين كل ما أدخل ما دخلت موضعا إلا تذكرت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يتبرع بخير أمواله وأحسنها لبناء هذا المسجد يذكرنا بأبي طلحة رضي الله تعالى عنه حينما أهدى بيرحاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الرجل الذي يطلب منه دار لتعليم أولاد القرآن فيعطيهم الفيلا ويختص مع أسرته في غرفة واحدة ويدع سائرها لهم والله هذا لا تجده إلا في عصر الصحابة إني والله لا أتذكر أهل الصفة صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الأقوال في تعريف التصوف أنهم نسبوا إلى أهل الصفة الذين قال فيهم الحق جل جلاله مخاطبا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ذلك الذي قدم هواه وآثر الدنيا على الآخرة ولم يكن من ذكر الله ليس له شرف الذكر ليس هو الذي غفل عن ذكر الله بل الله هو الذي طرده عن بابه لذلك قال سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فالله هو الذي أغفله فكل من حارب الصالحين فالله هو الذي حرمه وكل من أعرض عن ذكر الله فالله هو الذي طرده عن بابه نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد مزيدا من العز ومزيدا من الحب ومزيدا من العلم ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه المدارس وأهلها وأن ينفعنا بهم وأن يجمعنا معهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه سميع قريب مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر